وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أكد أن خطة الطوارئ مستمرة حتى تعود الأحوال الجوية إلى حالة الطبيعية في البلاد وأوضح أن جميع العاملين في الوزارة يمارسون دورهم على أكمل وجههم في تنفيذ الخطة كل وفق اختصاصه والدور المناطبه وأشار إلى أنه ومع استمرار كثافة سقوط الأمطار حصل هناك ارتفاع لمنسوب المياه في بعض المرافق التابعة لوزارة الصحة وضح أنه يجري التعامل معها بالتعاون مع الجهات المعنية لعادة الوضع إلى طبيعته